خلال استقبالي لوفد إعلامي إيطالي زائرا لكنيسة القيامة بالقدس بهدف إطلاق حملة عنوانها أوقف الحرب فورا أشهد المطران عطلة حنة رئيس أسقفة صبستية للروم الأرثوذكس بهذه المبادرة التي تحمل طابعا إنسانيا بالدرجة الأولى وقال إن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري حيث يتعرض القطاع للقصف والتجويع والتعطيش على مدار الساعة وأعرب المطران حنة عن أمله أن يصل النداء من خلالهم إلى كل المرجعيات الروحية والحقوقية بضرورة العمل على وقف هذه الحرب سريعا كما وضع سيادته الوفدة في صورة ما يحدث في القدس ومعاناة أهلها وتضييق عليهم من قبل السلطات الاحتلال